في فيديو النهاردة على قناة بسيطة تيوب هنتعرف على طريقة جديدة لعمل فيديوهات جوجل فيو 3 مجاناً وده يكون عن طريق أداة جديدة ممتازة من جوجل ومش بس فيديوهات انت تقدر عن طريقها تعمل أدوات للزكاء الاصطناعي بدون خبرة في البرمجة ركز كويس في الفيديو وأوعدك أنك تستفيد الأداء اللي بنتكلم عليها النهاردة اسمها جوجل أوبال ودي بتسمح لك أنك تعمل أدوات زكاء اصطناعي كاملة بدون ما تكتب سطر كود واحد زي تحويل النص إلى فيديو أو تحويل النص إلى صوت عربي وقعي علشان تستخدمها لازم أولاً يكون عندك VPN هتشغل أي VPN عندك وتزبطه أنه هو يكون على أمريكا هتكتب في بحس جوجل كلمة جوجل أوبال هتختار أول نتيجة تطلع لك هتظهر معاك الصفحة الرئيسية لأدات جوجل أوبال هتعمل تسجيل دخول بالإيميل بتاعك بتاع جوجل وتتأكد أن الVPN بتاعك شغال على أمريكا جايز يطلب منك صلاحيات على جوجل درايف بتاعك ودي مفاش مشكلة بعد لما بتعمل تسجيل دخول بيطلع لك أمثلة للأدوات اللي ممكن تعملها بجوجل أوبال زي مثلاً أنك إنت ممكن تعمل أداء تكتب لك مقالات على بلوك بوست أو مثلاً تعمل أداء تعمل لك بوست على السوشيال ميديا بشكل أوتوماتيكي هنشوف مع بعض أمثلة كتير عملية أول حاجة هضغط على Create New هيفتح لك الصفحة دي ركز بقى معايا علشان اللي جاي ده مهم هنا أنت ممكن تكتب أو تشرح الأداء اللي أنت عايزها دي بتعمل إيه ممكن تقول الفكرة اللي في دماغك وهو حيربط لك كل أدوات الزكاء الاصطناعي الخاصة بجوجل علشان يصمم لك الفكرة اللي أنت طلبتها كمثال أنا هنا كتبت له أريد عمل برنامج لعمل فيديوهات بالزكاء الاصطناعي بواسطة موديل جوجل فيو سري هضغط هنا ونشوف السحر بقى اللي هيحصل علشان البرنامج اللي أنا طلبه منه بسيط فهو أسملي الأداء اللي أنا طلبتها لخطوات مش عايزك تتخدم من منظر من منظر بسيط جداً وحفهمه لك بمنتهى السهولة الخطوات المزللة بالأصفر دي بتكون الإيمبوتس أو المدخلات يعني مثلاً في حالتنا هنا أنا طالب أن أنا أحول النص إلى فيديو فهو بيطلب مني وصف الفيديو بعد ما بيأخذ مني وصف الفيديو بيدخل على الخطوة دي إنه هو بيزبط الأمر بتاعي وبعد كده بيولد الفيديو في النهاية لو جيت مثلاً دست على آخر خطوة اللي هي generate video clip حلاقي مكتوب هنا على اليمين خالص إنه هو بيستخدم أداة view علشان يولد الفيديو ممكن طبعاً يستخدم أي أداة من الأدوات دي زي مثلاً هو يستخدم جوجل imagine 4 أو إنه هو يحول النص إلى صوت عن طريق موديل audio LM بتاع جوجل في حالتنا هنا هضغط على advanced settings وأتأكد تحت إنه هو مختار موديل view 3 مش view 2 وأيضاً أتأكد إن المقاس 16.9 علشان يبقى مقاس عريض فأنا كده خلصت كل الإعدادات اللي محتاجة أزبطها في هذه الأداة هضغط على preview وبعدين أقول له start طلب مني وصف الفيديو فأنا مثلاً في أمر الفيديو كتبت له رجل مصري من الأكسور تبدو عليه ملامح الحكمة والسن الكبير يقف في معبد الكارنك ويقول باللغة العربية العمية المصرية إيه الكلام ده وزي ما إحنا متعودين في أوامر جوجل view 3 لازم تحول في آخر الأمر تحدد إنه هو الشخصية بتتكلم بأي لغة كتبت الأمر بتاعي بالكامل هنا ثم بضغط على الزرار ده بيبتدي إنه هو يصمم لي الفيديو بتاعي ده الفيديو النهائي الناتج عندي ولكن حصلت غلطة كبيرة جداً وأنا متعمد إن أنا ورها لك علشان أقول لك إزاي تتفاداها ركز معايا طبعاً أنا لو عايز أحفظ الفيديو ده على جهازي هدوس على التلات نقط دول وأضغط على down load تعالوا بقى وريكوا الغلطة كبيرة لو كبرنا تمام هو عامل الفيديو بموديل جوجل view 3 ولكن طبعاً من الواضح إن الفيديو باللغة الإنجليزية وتجاهل تماماً كل الكلام اللي أنا كتبه يعني هو حتى الشخصية بتقول كلام مختلف دي مشكلة احتمالت قبلك سببها إيه؟ إن هو هنا عملي خطوة في النص اسمها enrich video prompt ودي معناها إن هو بيحسن الأمر بتاعك لو ضغطنا عليها هيكتب لي التفاصيل اللي هو بيعملها هنا أنا مش حاجع دماغي بالمكتوب هنا ولكن أنا حاجي في تعديل الأداة وأكتب له إلغي الخطوة الثانية لتحسين الأمر وكن باستخدام الأمر الأصلي كما هو وتأكد من استخدام موديل جوجل view 3 وأن الفيديو يحتوي على صوت خلي بالك إن الخطوات اللي فوق دي ما بتبقاش ثابتة يعني ممكن تعمل نفس اللي أنا عملته ويطلع لك هنا خطوات مختلفة هضغط هنا لتعديل الأداة فبالفعلة هنلاحظ إن هو شال الخطوة اللي في النص زي ما أنا طلبت بالزبط تعالوا نجرب كده لكن المرة دي هنجرب بطريقة تانية يعني إحنا هنا في مود الإدتور أو مود التعديل فممكن أضغط هنا ده طبعا الفيديو السابق أضغط هنا علشان أشغل الأداة من أول وجديد دي أول خطوة هضغط على ستارت طالب مني وصف الفيديو بكتبه هنا وتعالوا نشوف وده الفيديو النهائي الناتج عندي ممكن تضغط هنا وتقوله دون لود عشان تحفظه على جهازك تعالوا نسمعه ومش بس فيديوهات أنت تقدر عن طريقها تعمل أدوات للزكاء الاصطناعي بدون خبرة في البرمجة ركز كويس في الفيديو وأوعدك إنك هتستفيد طبعا نتيجة ممتازة جدا لكن في حاجة مهمة جدا عايزة وضحها للأمانة هو مش دايما هيولد معاك فيديوهات بموديل جوجل فيو سري ممكن يولد الفيديو بموديل جوجل فيو تو فما فيش قدامك غير إن انت تجرب كذا مرة أو تغير الأمر بتاعك أو تستخدم حساب مختلف ولكن كده كده هو هيولد لك في النهاية فيديو فدي نقطة لازم تاخدوا بالكو منها كويس جدا أيضا خلي بالكو إننا الفلو النهائي الناتج عندي أو التسلسل النهائي مكون من خطوتين فقط وصف الفيديو ثم بعد كده على طول بيدخل على generate video فلازم تتأكد من ده علشان ما يحصلش عندك أي مشاكل طبعا أنا بعد ما خلصت الأداة أقدر لو دست على الثلاث نقط دول وضغط هنا edit title and description أسمي الأداة بتاعتي مثلا جوجل فيديو ودوس حفظ وبالتالي أنا لو رجعت على الصفحة الرئيسية حلاقي إن الأداة الخاصة بي جهزة وتم حفظها وأقدر أستخدمها في أي وقت من الصفحة الرئيسية الخاصة بجوجل أوبال أيضا أداة جوجل أوبال تقدر عن طريقها تعمل أدوات ذكاء إصطناعية أخرى غير الفيديو تعالوا نعمل مثال جديد هضغط على create new ممكن في الوصف نكتب له وريد صنع أداة تحويل النص إلى صوت عربي واقعي بلهجة مصرية عملي الأداة بمنتهى السهولة لو أنا عايز أعرضها هدوس على app start حكتب النص اللي أنا عايز أحوله ونشوف النتيجة النهائية تعالوا نسمع أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة بسيطة يو في فيديو النهاردة هنتعلم إزاي نحول النص لصوت عربي عن طريق أداة جوجل أوبال نتيجة ممتازة جدا تقدر كمان تستخدمه علشان تعمل أداة تعملك وصف الفيديوهات والكلمات المفتاحية والعنوين وكمان الصورة المصغرة يعني حضغط هنا على create new وكتبت أريد عمل أداة لصنع عنوان فيديو يوتيوب ووصفه وكلمات مفتاحية وصورة مصغرة طبعا هنا الشكل بقى أكبر شوية لأن أنا طالب منه كذا حاجة بس أنتوا خلاص فهمتوا اللي بالأصفر ده المدخلات اللي باللبني ده الحاجات اللي هو بيعملها يعني هنا مثلا بيعمل صورة مصغرة وبيعمل العنوان والوصف والكلمات المفتاحية وهنا المخرجات تعالوا نشوف ده ممكن يطلع لنا إيه هضغط هنا Start هتكتب فكرة الفيديو كتبت شرح كيفية عمل أدوات الزكاء الاصطناعي بواسطة جوجل أوبال طبعا رائع جدا عمل للصورة زي ما أنا طلبت ممكن طبعا أنت تعمل عليها تعدقلية وتحط عليها العنوان كتب لي العنوان كتب لي وصف الفيديو كتب لي الكلمات المفتاحية المناسبة والهاشتاج طبعا أنت ممكن تعمل تعديلات أخرى زي مثلا أنك تقول له أنا عايز عشر عنوان وأنا أختار ما بينهم أنا بحاول أديك أفكار لكن أنت ليك مطلق الحرية أن أنت تبدع براحتك ممكن عن طريق جوجل أوبال تعمل أداء علشان تلخص لك فيديوهات اليوتيوب الإنجليزية إلى العربية ثم تحول النص ده لصوت عربي فأنا كتبت أريد أداء لتلخيص فيديوهات اليوتيوب الإنجليزية إلى العربية في مدة لا تتجاوز 30 ثانية ثم تحويل النص الهائي إلى صوت عربي ده التسلسل أو الفلو النهائي لهذه الأداء لو عرضنا الأداء ستارت هيطلب مني رابط فيديو اليوتيوب هاستخدم مثلا رابط لفيديو زي ده بيشرح إزاي الزكاة اللي صناعي بيشتغل ضفته هنا وتعالوا نشوف النتيجة بصوا بقى النتيجة النهائية والجمال والروعة لحظة أن الفيديو الأساسي كان بالإنجليزية يشرح هذا الفيديو المبادئ الرياضية الأساسية الكامنة وراء الذكاء الاصطناعي في جوهره يعمل الذكاء الاصطناعي على النظام الثنائي حيث يقوم بتحويل المهام المعقدة إلى عمليات رياضية عديدة خلي بالك الصوت النهائي اللي طالع 57 ثانية طبعا نتيجة ممتازة جدا خلي بالك أنه مش كل مرة هو بيطلع لك اللي أنت عايزه فأنت لازم تعدل عليه يعني مثلا في حالة المثال ده وده ما بيبقاش شايف في انترنت فأنا عدلته وخليته جيميناي 2.5 برو ممكن نطلب تعديل أكبر على الأداة قلت له في النهاية اعرض الملخص باللغة العربية مع الصوت مع صورة مصغرة بمقاس عريض للفيديو واقترح عنوان للفيديو دي النتيجة النهائية تعالوا نجرب Start ده رابط الفيديو بصوا الجمال والحداوة عملي صورة بمقاس عريض عن طريق موديل جوجل Imagine 4 لخص الفيديو بالعربي اللي هو كان أساساً باللغة الإنجليزية وحول النص ده لصوت بالعربي سمعوا كده يشرح هذا الفيديو كيف يتعامل الذكاء الاصطناعي AI بدءاً من مكوناته الأساسية وصولاً إلى تطبيقاته المعقدة يبدأ بشرح أن الذكاء الاصطناعي يعمل باستخدام الشفرة الثنائية أي الأحاد والأصفار وملف الصوت النهائي حوالي دي أو 40 ثانية باختصار أداة جوجل أوبال بتسمح لك أنك تعمل أدوات ذكاء اصطناعي بدون أي خبرة في البرمجة وأفكارها وتطبيقاتها كتير جداً ما عليك إلا أنك تتخيل وتبدع في الفكرة بتاعتك بكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة أتمنى أن تكونوا استفدتم الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير لأن دعمكم بيساعدني على تطوير المحتوى باستمرار للأفضل وأشوفكم في فيديو جديد بإذن الله